زي ما قلت لحضراتكم انه موسيماني المدير الفني للأهلي طلب من الجهاز المعاون ان هو يجهز عدة مباريات محلية وافريقية لفريق المريخ السوداني علشان يدرسه كويس جدا قبل مواجهة الفريقين ان شاء الله ببطولة افريقيا المدير الفني طبعا موسيماني اتكلم مع الجهاز الفني علشان يجهز شوية معلومات ومباريات للفريق السوداني علشان يستعد ليه كويس جدا قبل المباراة اللي هتجمعهم ان شاء الله يوم 3 ابريل اللي جاي في السودان موسيماني عايز يستعد كويس جدا للمباراة دي مباراة المريخ علشان يقدر ان هو يفوز فيها ويعود للقاهرة بخلاص بقى تأشيرة التأهل لربع نهائي بطول الدوري أبطال أفريقيا واللي طبعا بيحمل الأهلي لقبها من المقرر ان موسيماني هيبدأ ان هو يدرس بقى فريق المريخ امتى مع عودة الأهلي للتدريبات زي ما قلت لحضراتكم يوم الاتنين اللي جاي لانه زي ما انتوا عارفين الأهلي يعني فيه مدة راحة كده خمس أيام بعد طبعا الفوز العريض على فيتا كلوب يوم الثلاثة اللي فات في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فعشان كده فيه خمس أيام قبل طبعا ما نعود للتدريبات وأول مواجهة في الشهر الجاي الشهر المليان مباريات كتير زي ما قلنا يمكن كل ثلاثة أيام مباراة للنادي الأهلي هيكون طبعا أول مباراة هي مباراة المريخ يوم 3 إبريل وعلشان كده الفترة دي هيكون مسماني في حاجة لكل لعب من لعيبة النادي الأهلي هيكون فيه روتيشن بين اللعيبة لانه انت بتتكلم ان انت فيه ضغط ماتشاط فيه 8 ماتشاط في الشهر تقريبا وفيه على مستوى كذا بطولة مش بس بطولة أفريقيا فانت محتاج كل اللعيبة اللي عندك محتاج انه يعني ان شاء الله ما يكونش فيه بقى أي إصابات بكورونا ولا إصابات غير كورونا لانه زي ما بنقول دايما كل اللاعب هيفرق الفترة اللي جاي فلازم يكون فيه رسالة الجمهور الأهلي انه يكون ده أكتر وقت يكون محتاجين فيه دعم جمهور الأهلي مش بس الوقت ده احنا دايما محتاجين دعم جماهير النادي الأهلي بس يعني مش هيبقى وقت قوي ان احنا نعترض على تغييره أو غياب لاعب أو ان لاعب يلعب مكان لاعب ليه ده بدأ ليه ده ما بدأش لانه الفترة دي زي ما بقول حضراتكم انتوا عارفين قد ايه فيه ضغط كبير قوي فطبيعي ان الجهاز الفني يعمل روتيشن كتير شوفنا لما كان فيه صقة في الجهاز الفني المباراة اللي فاتت فيتا كليب طريقة اللعبة غيرت اكتر من مرة وشوفنا الحقيقة يعني بداية غير متوقعة وطريقة لعب غير متوقعة ولكن كانت النتيجة فالآخر هي أداء كويس جدا من النادي الأهلي وكمان النتيجة اللي احنا كنا محتاجينها النتيجة الكبيرة الفوز طبعا على فيتا كليب هو يعني طبعا خد يبالك انه الاهلي يمكن يكون اكتر المتضررين لانه في قائمة الاهلي عدد كبير جدا انا مش بس بنتكلم على اللعيبة لانضامة المنتخب مصر احنا عندنا كمان بواليا انضامة للكونغو منتخب الكونغو وعندنا ديانج منتخب مالي عندنا كمان بدر لو شارك مع منتخب المغرب وبالتالي عدد كبير جدا من اللعيبة مش هيستفيد بفترة الراحة السلبية نتيجة مشاركة مع المنتخبات لكن في النهاية يعني حتى مع ده اعتقد انه فترة صعبة جدا على الجهاز الفني فترة صعبة جدا على اللعبين شهر تمانية ده تقريبا كل اسبوعين كل اسبوع تلعب مطشين ومطشين مش مطشات سهلة يعني باستثناء مطش النصر اللي ممكن الى حد ما وان مطشات الكاس ما بتعترفش فكرة فريق كبير وفريق صغير لكنه دايما بتشهد مفاجآت لكن يعني تعتبر نسبيا هي اسهل مباراة يلعب فيها النادي الاهلي في مطشات ابريل لكن الباقي انت تتبين بتقبل ابطال يعني المريخ السوداني السينبا التنزاني دول في دوري الابطال الزمالك وصيف دوري ابطال افريقيا حتى وان كان مستوى متراجع الى حد ما مطش الاهلي والزمالك بيابرة كل الحسابات فهو بالتأكيد مباراة صعبة الاهلي واسموحة الاهلي وامبي الاهلي ومصري والاهلي وجونة كلها مطشات صعبة جدا فاعتقد انها اجندة صعبة تحتمل كل السيناريوهات وكان الله في عون الجهاز ولعاب النادي الاهلي بس ان شاء الله نقدر نعدي منها ان شاء الله بافضل نتائج والاهم عندنا بشكل رئيسي طبعا المواجهتين في اول اسبوع ودول هيكونوا قبل رمضان اخر مطشين لعبهم النادي الاهلي كل سنة وحضرتكم طيبين يا رب وخير دايما اخر مطشين لعبهم النادي الاهلي قبل ما تدخل مطشاته بقى في رمضان كل سنة وانت طيب كل سنة وكل شعب المصري والامة العربية والاسلامية يا رب دايما بخير وطيبين